الرجل التخطيط هي المسؤولة عن الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية مهمة أولا المدير الفاني دقا فكرة التجديد ليه كان مفروض يبقى فيه شكل مختلف مجرد عملية التجديد والثقة بقى وان انت تبقى خلاص يعني اختياراتك في المباريات او شكل الخططي بالنسبالك لازم يبقى فيه ثقة اكبر ان انت خلاص يعني الناس متطمنة وانت متطمن دي حقيقة يعني انت لو عملت تستفتى في جمهور الاهلي هتلاقي سبعين خمسة او ستين خمسة ستين عايزينه وفي خمسة ثلاثين معطردين على اسلوب طريقة اللعبة تشكيل مش عارف ايه الحاجات دي لكن اللي خلى الخمسة ثلاثين دولي يبقوا مية في المية انجازاته والقابه اللي جابها الراجل قال خمستاشر شهر خد حوالي ست مطلات وكسب عشر اندية من احسن عشر اندية في افريقيا وفي مصر وفي مصر بزا مالكو بيرامس هتا اتنين سان داونس كسبها قبل كده كايزر تشيفز الرجاء الوداد التراجي كسب الناس دي كلها فانت بتتكلم على واحد لا لازم يتجدد له انت فاهمي؟ يهدى ويقعد ويختار له عيبته كويس ولازم اللاجنة تبقى ليه لازم حسام غاليا كابتن محسن كابتن زكريا كابتن خطيب لازم يتكلمه معاه انا فجئت بتقول لي يعني شلولة وده ولا شلول ومشلومجو ده ولا ما يعني ما لا دا مش شلولة نادي كابتن كلها بيبقى فيه بيتعرض على الفري وبيتعرض على النادي وبالتالي يعني هم اليوم دور لو ممكن يقولوا لا اكيد طبعا فيه اختيارات زي ما انت بتقول واحد اتنين تعالى لا تدهر في النادي الاهلي ولا تدهر بالشكل بالزبط هات يبقى هات يعني اكيد بيبقى فيه طبعا تقييم معين بشكل معين واولويات بنسبة للعيبة والله كابتن الموطشين صعبين على الاهلي مش سهلين هو حظ الاهلي المريخين طب فرص الاهلي ايه طيب هي موجودة على الورق موجودة بقوة انا وجد نظري صعب لا انا وجد نظري الاهلي وصف ان شاء الله اه والله يا كابتن المروح اما تيجي تبص يا كابتن ساندونز عنده مين عنده الهيل والمريخ عنده الهيل والمريخ اي هزيمة للاهلي الهيل والمريخ من هنا او من هنا للفليةين بتودي بعيد المشكلة ان انت مش معك فرق واحدة اللي بتلعبك انت معك فرق بيلاعبك ماشي انت متخيل ان الاهلي ممكن تغلب هنا على ارضه من الهيل والمريخ اه الكورة اه ماني بقولك على الورق ماشي الكورة بتبقى فيها طبعا اي حاجة تتحصل فيها بس الميزة ان المطشين هنا وانت عارف لعيبة النادي الاهلي في الوقت لعيبة النادي الاهلي في الوقت اللي هي بتحس بتحت ضغط وتأثير لا بيعدوا احنا هم معوضيننا على كده لا هيعد الاهلي عايزة اتكلم بقى اشتركوا في القناة شكرا